وعلى ذكر مفاجآت الميدان واجتهادات قياداته قالت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله أن التصعيد الأخير من قبل التيار الصدري يشير إلى أن لعبة الشارع اقتربت من نهايتها فأما العودة إلى طاولة التفاوض وأما الذهاب إلى مواجهة قاسية وأكدت طرفان حرصهما على تجنوبها حتى الآن وذكرت الصحيفة أن التظاهرات السابقة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري أخفقت في فرض تحقيق أي هدف سياسي واستشهد تأبي رفض القضاء العراقي مطلب التدخل لحل مجلس النواب في نهاية المهلة التي حددها لذلك الأسبوع الماضي